السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الترطية الجميلة دي من الالف للياء هنعملها كلها بكل خطواتها وتفاصيلها في البيت جميلة جدا ما شاء الله مكوناتها سهلة تابعوا معي الفيديو علشان نشوف عملناها ازاي بسم الله اول حاجة كده جبت العجان بتاعي نزلت فيه 6 حبات من البيت بدرجة حرارة الغرفة وبعدين بدأت كده شغلت العجان عشان يضربهم كده المضرب لغاية كده ما القوام بتاع البيت بقى بالشكل ده اتضاعف حجمه بالشكل ده بعد كده جبت نص كيلو من دقيق الاسبونش تمام بالفانيليا ونزلته كده على البيت ونزلت عليهم نص كوباية كده من المية مية عادية خلص من الحنفية شغلت العجان كده لغاية ما القوام الكيكة بقى بالشكل ده القوام بقى متضاعف شايفين يعني بتاخد الخطوة دي حوالي 10 دقايق وبيبقى عند القوام كده جبت بقى صنية الفرن بتاعتي اللي هدخل فيها الكيكة بتاعتي ده هنتهك كده بزيت وبعدين فرشت فيها ورقة زبدة وسويت كده فيها خليط الكيكة بتاعتي وهبدأ بقى ان انا ادخلها الفرن هسخن الفرن طبعا على درجة حوارة 180 هدخلها في الرف الوسطاني لغاية ما تستوي بتاخد لون كده طبعا انا هسيب الكيكة بعد ما تستوي الليلة كاملة في التلاجة وبعدين هبدأ تاني يوم كده ان انا ازينها بقى وابدأ اعملها كده قطعها طبقات جبت كده الكيكة زي ما احنا شايفين كده شلت الطروف لو عندك طرف مسلا كان غامق شوية فيها ولا حاجة بتبدأ ايه تشيليه بالسكينة وبدأت كده ان انا اعملها طبقات بالسكينة برضو في كمان طبعا يعني في حاجات كتير تقدر تعملي بها الطبقات دي بالشكل ده طبعا فاديت ان انا ابيتها ليلة علشان آآ علشان لما اجي آآ طبقات ما تتفرفيتش مني هنا بقى هعمل الكريم الكريم الشنطي نزلت كده بكوب حليب مسلج ونزلت عليه كده بكوب من الكريم الشنطي ونزلت عليه كمان آآ بكوباية من السكر لو عندك سكر بضرة هيكون افضل ما عندكش بقى سكر بضرة هنحط كده سكر حبيبات بس هدوبه في الحليب الاول وباخفق كده لغاية ما الكوان بتاع الكريم بيبقى عندي جميل كده زي ما احنا شايفين وآآ دقتها لقيت السكر مزبوط وزي الفل الخطوة دي اختيارية بقى لو عندك شوكولاتة كده قابلة للدهن وحابة تزودي كده معلقة شوكولاتة كبيرة وشوية كاكاو على الكريم الكريم الشنطي كتزيين مثلا عشان انا هعمل الشوكولاتة طبعا نصين نص بالفانيليا ونص ايه بالشوكولاتة بصوص الشوكولاتة فعملت كده لها كده كاكاو نص معلقة كبيرة كاكاو معلقة كده ايه من الشوكولاتة القابلة هنا بقى بدأت احشي التورتية بتاعتي بالكريمة اول حاجة كده جبت اول طبقة من الكيكة وسقيتها كده بمية بسكر طبعا انا عملت مية بسكر عادية خالص وسقيت بها طبقات الكيكة ودهنت كده طبعا آآ طبقة كده من الكريم الشنطي وبعدين رجعت تاني حطيت طبقة من الكيكة وبرضو بسقها كده بمية بسكر بالفرشة كده حاجة بسيطة خالص تمام عشان ما تبقاش معجنة مني وارجعت تاني كده نزلت كده طبقة من الكريم الشنطي آآ شايفين هي كتت مخودة بقى يعني ابقى جمدتها شوية قبل ما اشتغل فيها بس انا كنت مستعجلة كده خلصت اول طبقتين اخر طبقة بقى من الكيكة حطيتها برضو كده على على التورتية بتاعتي وسقيتها برضو تكرارا بالماية بسكر منزلت بقى اخر طبقة كده من الكريم بالشكل ده آآ الطبقة الاخيرة بقى دي لازم احط لها كمية كويسة كده من الكريم شنطي تمام وهبدأ كده ان انا ايه آآ اسويها بالراحة وطبعا زي ما قلتلكم الافضل ان احنا يعني ان آآ الكريم شنطي عندي يكون آآ جامد شوية اجمده شوية في التلاجة اسقعه شوية آآ هنا هعمل بقى سوس الشوكولاتة جبت كده ربع كيلو من الشوكولاتة الخام وكسرتها كده كطاع صغيرة وبعدين حطتها كده في حلة ونزلت عليها كده بتلت كوباية صغيرة من الحليب وبعدين رفعتها على النار على درجة حر المتوسطة خالص لغاية ما سحت معاها بقت بالشكل ده ممكن نسياحها على حمام بخار جبتها كده نزلتها كده في كيس آآ تلاجة او آآ كيس آآ حلواني زي ما عمكون متوفر عندنا واسيبها بقى على جامب تبرد وبعدين هبدأ استخدمها في الاخر هنا بقى جبت كده الكريمة اللي انا عملتها بالشوكولاتة شايفين لونها جميل جدا وبدأت كده ان انا آآ اعمل كده آآ روزيتات كده في النص زي ما انتم شايفين بالشكل ده وطبعا كمان الشوكولاتة الخام اللي انا سيحتها الصوس بدأت كده ان انا اعمل آآ عشان انا هعمل نصها زي ما احنا عارفين نصها بالشوكولاتة بدأت ان انا انزل كده على الجناب آآ خطوط كده نازلة من الشوكولاتة الخام. وبعدين بدأت كده ان انا اقفل عليها بقى ايه بالروزيتات كده من او وردات كده بالكريمة. بقى ايه بقى صوص الشوكولاتة اللي اتبقى معايا هضيفه كده انزله في المكان الفاضي ده. شايفين? حلو جدا ما شاء الله. هنزل كل الكمية وهسويها كده بالمعلقة. تمام او اي حاجة علشان اسد كل الفراغات. شايفين? حلوة جدا ما شاء الله. شكلها حلوة جدا. طبعا دي كيكا يعني للمبتدئين في الحلويات. لو حبت تعمليها كده انتم عارفين الترطية سعرها غالي جدا برا. يعني نعملها بقى في البيت كده بمكوناتها سهلة وبسيطة ومش هتكلفنا. زي ما هنشتيرها جاهزة وهنضمن كمان اضافتها ان احنا عاملينها في البيت. اه هنا بقى الجنب التاني بدأت كده لو حابين نعمل خطوط كده ممكن نعملها بالشوكة. مش حابين ممكن نسيبها كده السطح املس وناعم زي ما هو. جبت هنا فراولة وبدأت كده ان انا قطعتها بالشكل ده وبدأت كده ان انا امشي بها كده على الجنب. طبعا التزيين بقى سبحان الله يعني بنفن فيه. ما بقاش مرتبة حاجة معينة هي بتيجي معايا كده بتطلع معايا كده والله اثناء اه ما انا بعملها يعني. بدأت كده ان انا اعمل الروزيتات كده بالشوكولاتة بالكريمة البيضة عفوا. شايفين زي ما احنا شايفين كده طبعا الشرح يعني اه الصورة شرحة نفسها. هبدأ بقى هجيب بقى الفواكه المتوفرة عندك. اي فواكه بقى انت حابة تعملها باي فواكه بتتحضريها. وبتبدأ كده تزيين بقى بشكل ايه على حسب ما انت عايزة. انا كده جبت استخدمت كيوي وفراولة وكمان برتقان. آآ زي ما انت حابة بقى وبدأت كده شرط الكيوي وقطعته كده آآ نصين زي ما احنا شايفين الشراح بالشكل ده. وبدأت كده ان انا ارس كده على اطراف آآ الترطاي. تمام? بعدين هنا قلت طيب اكثر اللون كده ببرتقان برضو جبت كده ببرتقاناية. وقطعتها بالشكل ده. وبدأت كده دخل فيها فراولة. يعني شايفين بقى التزيين ده. سبحان الله زي ما قلت لكم. آآ بيجي معاكم كده وبتزبطي بقى على حسب ما انت عايزة واحدة شكلها مش عاجبك قوي بتشيليها وبتزبطي مكانها على حسب ما انت عايزة. اخر حاجة بقى كده حطيت نص كده من نص كواية عملتها بالشكل ده. وكمان آآ فراولاية برضو قطعتها بالشكل الجميل ده. وزيينتي بها كده. ولو في فراغات بقى هسدها بالفواكه. لو في فراغات من الكريمة البيضة باينة لسه هسدها بالفواكه زي ما هنشوف دلوقتي. شايفين بقى هاديها حاجة بسيطة كده شوية كريز كده قطعتهم كده وهبدأ كده حطهم بشكل كده عشوائي. آآ يعني على الروزيتات الوردات اللي انا عملتها. آآ طبعا ده في ناحية الفواكه. ناحية الشوكولاتة بقى لو عندك سبرينكز عندك شوكولات شيبس اي حاجة بقى حبة تكسري بها اللون كده زي ما انت حابة او حبة تضفيها تديك لمسة جمالية كده. آآ زي ما انت حابة بقى شايفين. اخر حاجة برضو رشيت شوية كده الوان. يعني ادوني شكل حلو. على حسب بقى الزوك. اخر حاجة بقى هلمع آآ الفواكه دي لو ما عندكش جيلي تلميع هلمعها كده بشوية آآ عسل. تمام? عسل ابيض آآ او عسل ناحل عادي خالص. وهجيب معلقة كده وبالفرشة وبابدأ كده ان انا ألمع الفواكه بها كده بالشكل ده. حلوة جدا وجميلة ما شاء الله.